لا نحن نريد إلقاء اللكمة الخطفية بهذه الطريقة وسأريكم كيف ستقومون بها إذن هناك بعض الأشياء التي يقوم بها الناس لإلقاء لكمة خطفية كما رأيتم فهذا كان مبالغا فيه لكن الناس يستعملونها ولا يجب عليك تحميل اللكمة الخطفية هكذا بهذه الطريقة نعم ربما تشعرك أنك محمد علي أو شوق الراي لكن لا يجب علينا فعلها يجب خروج اللكمة الخطفية من أمام وجهك للأعلى وأدر حزامك ثم ألقيها يجب أن تكون مباشرة ومستقيمة لأنني أرى خطأ شائع آخر يقوم به الناس وهي لكمة جانبية وبدون هذه الأشياء وهي عدم تحميل اللكمة الخطفية بهذه الطريقة ولا تلقيها جانبية بهذه الطريقة سيساعدك حتما إذن عندما نكون أمام الكيس وسنتمرن عليها تبت الكيس وما نريده فعلا هو الوقوف في وضعية الملاكمة وإذا سنلقيها يجب التحرك معها ويجب إدارة الحزام وإلقاؤها للأعلى بهذه الطريقة وكما رأيتم هنا عندما أدرت حزامي تحصلت على القوة في اللكمة ونحن نريد الحصول على القوة في اللكمة إذا كنا نبحث عن ضربة قاضية وسأريكم بعد قليل ما يجب إلقاؤه قبل اللكمة الخطفية لكن إذا أردنا الحصول على لكمة صحيحة وصلبة ومستقيمة ندير الحزام وصعود للأعلى والوضعية النهائية اليد ستكون أمام وجهي وشيء آخر لتفكر فيه إذا كنت تتمرن على هذا هو النظر في المرآة وإلقاؤه هذه ثم أجعل يدك مستقيمة أما الوضعية الأخيرة لللكمة الخطفية يجب أن تكون مطابقة لللكمة اليمنى المباشرة أنا هنا والحزام مستدير والقدم فوق الأرض ولا يجب علينا الميلان إلى الجانب فهي خطأ شائع آخر أراه وعندما تلوي ظهرك إذا قمنا بذلك فلن تتحصل على القوة وسيصبح من الصعب الرجوع بلكمة جانبية لكن إذا قمت بهذه والقدم للأعلى انظر أنا في الوضعية الملائمة لإضافة لكمة مثالية ستكون اللكمة الجانبية الآن راقب القدمين وراقب الحزام عندما ألقيها الدوران الجيد ولهذا أحصل على القوة الفائقة إذن عندما تلقي اللكمة الخطفية فكر بهذه الأشياء لجب أن تكون هكذا لا نريد هذا فاللكمة من أمام الوجه والوضعية النهائية تكون أمام الوجه وليس على الجانب وقدم فوق الأرض عندما تلقي الخطفية أنت تريد أن تنقل وزنك إلى الساق الأمامية الآن شيء آخر يمكنك فعله عندما تريد القيام بهذا هو الإنحناء وقد فعلها مايك تايزن النزول ثم الصعود هي أبطأ قليلا لكن ستحصل على قوة إضافية بهذه الطريقة الآن ركز فقط على التكوين الجيد وعلى التقنية الجيدة فناس أضمن بعد هذه الأشياء لكمتك ستتطور عندما تكون في النادي اضغط هنا لتتعلم ملاكمة الظل في أقل من ثلاث دقائق اضغط هنا وشاهد